أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القوم على أكثرهم فهم لا يؤمنون إما جعلنا في أعناقهم أغلالا في إلى الأذقال فهم مطمحون وجعلنا من بين عيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتمع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنسل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم إنا عذاب أليم قالوا تغائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه يالهة إن يردني الرحمن بذر إلا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال والمبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعضه من جود من السماء من جود من السماء وما كنا منذلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستاذعون ألم يروا كم أهلتنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآت لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآت له الليل نسلق منه النار فإذا هم مضرمون والشمس تجري من مستقر إلا هذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك المرجون القديم للشمس يمغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النار فكل في فلك يصبح نصون وآتوا لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم لن ننقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا منا رذقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أتعم من لو شاء الله أتعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لما ينظرون إلا صيحة واحدة تأقذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السوء فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغر فاكيون هم وأسواجهم في ظلال على الأرائك متذكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز يوم أيها المجريون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أظلميكم جبلة كثيرا أفلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفراههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء نطمسنا على أعلمهم فاستبقوا الصراط فإنا يبصمون ولو نشاء نمسخناهم على مكانتهم فنستطعون مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسب في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولن يروا أنا خلقنا لهم لما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون فذل الله لهم فمنها رقمهم ومنها يأكلون ولهم فيها ملاف ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحذنك قولهم إنا نعلم ما يسرون ولا يعلنون أولم جرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصير مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي لعظام وين رعيم قل يحييها الذي ينشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخبر نارم فإذا أنتم منه ترخدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمروا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيبون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإلي ترجعون